السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أحبائي طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي في قناة دروس لدرس جديد من دروس العلوم الفصل الدراسي الثاني موضوع درسنا لهذا اليوم ما الكهرباء الساكنة؟ من إعداد وتقديم معلمتكم الأستاذة سارة المغربي أحبائي من موضوع درسنا ماذا تتوقعون أن نتعلم اليوم؟ سنتعلم اليوم بإذن الله تعالى يا أحبائي التعرف على الكهرباء الساكنة وكيفية تكونها أيضا سنذكر بعض الأنثلة على الكهرباء الساكنة أحبائي سبق في إحدى دروسنا السابقة وأن تعرفنا على مفردة للكهرباء الساكنة هتذكرون أحبائي؟ نعم بارك الله فيكم إنها في درس؟ أحسنتم في درس استعمال الطاقة إذن الكهرباء الساكنة هي؟ أحسنتم إحدى أشكال الطاقة اليوم سنتعرف على هذه الكهرباء أكثر وكيفية تكونها ونذكر بعض الأمثلة على الكهرباء الساكنة تتابعوني أحبائي لقد حدثت معي ظواهر غريبة في المنزل بدأت أفكر في حل لتساؤلاتي عن هذه الظاهرة فلم أجد غيركم يا رائعين في الإجابة عليها لأنكم دائما تتعلمون وتكتشفون سأحكي لكم إحدى هذه الظواهر وما يحدث معي مهل سبق أحبائي وأن حدث لكم مثلي؟ مرة عندما كنت أمشي على السجاد اقتربت من باب مقبضه من المعدن كما نشاهد في الصورة سمعت بعدها بصوت صدمة كهربائية أحبائي هل حدث معكم يوما ما بعد المشي على السجاد وسمعتم صوت صدمة كهربائية عند لمس مقبض الباب المعدنية مثلي؟ ها أحبائي أتوقع بإجابتكم؟ أحسنتم نعم وهذا الصوت هو صوت فرقعة كهربائية أحبائي من يجيبني على تساؤلي؟ ما سبب حدوث صوت الفرقعة؟ نعم بارك الله فيكم إنها شحنات للكهرباء الساكنة أحبائي دعونا نفكر جيدا وفكروا معي ما سبب بعد الذي يحدث من المشي على السجاد للكهرباء الساكنة؟ ما الذي يحدث؟ ها أحبائي ما الذي يحدث بعد المشي على السجاد؟ كما تشاهدون الآن في الصورة أحسنتم بارك الله فيكم الأقدام أحسنتم تكتسب شحنات كهربائية أحبائي من أين تأتي شحنات الكهرباء الساكنة؟ ها أحبائي من أين تأتي؟ أحسنتم بارك الله فيكم من احتكاك سطح الأقدام لسطح السجاد أين تذهب هذه الشحنات؟ أحسنتم تتجمع على الأسطح رائعين؟ أحبائي اقرأوا وتعلموا معي ما الكهرباء الساكنة؟ مما تشاهدونه في الصورة دعونا نتعلم ونقرأ ما الكهرباء الساكنة؟ الكهرباء الساكنة يا أحبائي كما تعلمنا سابقا لأنها شكل من أشكال الطاقة وتنتجها أجزاء صغيرة من المادة وهي ساكنة لا تتحرك هذا السكون تتجمع وتتراكم فيه الشحنات الكهربائية عند احتكاك وتلامس سطحين أو دلكهما كما تشاهدون في الصورة سطح الأقدام بسطح السجاد بعد الاحتكاك تتجمع شحنات الكهرباء على سطح الأقدام في الصورة الأخرى تتلامس بسطح القماش وتلامس أحسنتم المسطرة البلاستيكية؟ بعد الدلك تتجمع على سطح المسطرة رائعين إذن تتجمع وتتراكم هذه الشحنات الكهربائية عند احتكاك وتلامس سطحين أو دلكهما شكرا لكم على هذه القراءة الرائعة أحبائي اقرأوا وتعلموا معي أيضا ما الشحنة الكهربائية؟ الشحنة الكهربائية هي يا أحبائي أجزاء صغيرة من المادة لا نستطيع رؤيتها لكن كما ترون في الصورة أحسنتم بارك الله فيكم بارك الله فيكم نقمل القراءة بعض الأحيان نرى ظوءها ونسمع صوت صدمتها لكننا لا نستطيع شمها ولا قياسها بالرغم من موجودها من حولنا وشعورنا بها أحبائي دعونا نفسر ما يحدث وكيف يتم شحن الأجسام والمواد بالشحنات الكهربائية لاحظوا معي هنا يا أحبائي كيف يتم شحن الأجسام والمواد بالشحنات الكهربائية؟ ها أحبائي لاحظوا الصور هنا وأعطوني إجابتكم الرائعة أحسنتم بارك الله فيكم يشحن الجسم عندما تنتقل الشحنات من الجسم وإليه بعدة طرق منها كما شاهدتم في الصورة الآن يا أحبائي أحسنتم بارك الله فيكم احتكاك سطحين ببعضهما كالمشي على السجاد رائعين كذلك في الصورة الأخرى أحسنتم رائع يا أحبائي عن طريق الدلك بقطعة كماش جافة كذلك مصطرة أو قضيب زجاج أو ذلك مشطن بلاستيكي أحبائي أيضا دعونا نتعرف كيف تنتقل الشحنات الكهربائية بين الأجسام وتحدث صوت الكهرباء الساكنة ها أحبائي الشحنات الكهربائية كقوة أقطاب المغناطيس أتذكرون أقطاب المغناطيس يا أحبائي كيف تتجاذب رائعين بارك الله فيكم الأقطاب المختلفة تتجاذب والأقطاب المتشابهة يا رائعين أحسنتم تتنافر الشحنات الكهربائية كذلك تنتقل بين الأجسام بهذه الطريقة بقوة التجاذب والتنافر ها أحبائي كيف تنتقل أحسنتم بارك الله فيكم تتجمع وتتراكم هذه الشحنات على أسطح الأجسام رائعين كذلك رائعين الشحنات الكهربائية المختلفة يحدث بينها تجاذب أما الشحنات المتشابهة رائعين تتنافر أحبائي هل من الممكن ذكر بعض الأمثلة أو الظواهر على الكهرباء الساكنة؟ ها أحبائي كما نلاحظ الآن في الصور تذكرنا بهذه الظواهر وأنا كذلك مرت بهذه الظواهر وهذه الأمثلة أحسنتم بارك الله فيكم رائعين كما تشاهدون في الصورة هنا رائع بارك الله فيكم عند خلع الملابس الصوفية في يوم بارد وجاف تلتصق بجسمي أو بشعري رائعين كذلك أحسنتم بارك الله فيكم نسمع صوت الفرقعة عند تمشيط الشعر بمشط جاف أحسنتم كذلك متى نسمع صوت الفرقعة؟ رائع بارك الله فيكم عندما نخرج ملابسنا من النشاف الكهربائي ونلبسها مباشرة أو التصاقها ببعضها بعد الكي رائعين أحبائي سؤالي يقول ماذا يحدث عندما تتراكم الشحنات الكهربائية في الغيوم أثناء العواصف؟ لقد مرت بنا أيام فيها عواصف رعدية نسمع فيها صوتا من السماء ونرى فيها ضوءا ها أحبائي ما الصوت الذي نسمعه في هذه العواصف الرعدية؟ رائع بارك الله فيكم نسمع صوت الرعد ونرى ضوءا كبيرا في السماء أحسنتم بارك الله فيكم إنه ضوء البرق إذن أحبائي ماذا يحدث عندما تتراكم الشحنات الكهربائية في الغيوم أثناء العواصف؟ رائع بارك الله فيكم يحدث البرق والذي هو شكل أيضا من أشكال الكهرباء الساكنة لأن الغيوم أحسنتم تصطدم ببعضها وتتراكم فيها شحنات كهربائية كبيرة ونسميها البرق بارك الله فيكم أحبائي في يوم عاصف ورعدي وحدوث البرق دائما نسمع تعليمات للدفاع المدني هذه التعليمات تؤمننا بعد الله سبحانه وتعالى من أخطار البرق أو الصواعق دعونا نتذكر من هذه التعليمات كما تشاهدون في المشهد التالي ها أحبائي لسلامتنا من أخطار السواعق أحسنتم بارك الله فيكم كما شاهدنا الآن أحسنتم رائع إذن أحبائي كيف يمكن أن نبقى آمنين خلال حدوث البرق أو الصاعقة بارك الله فيكم أبقى في المنزل رائعين كذلك أحسنتم أخرج من بركة السباحة إذا كنت في الماء أحسنتم ولا أمشي في تجمعاتي للمياه خشية انتقال الكهرباء إلى جسمي أحسنتم ولا أصعد الأماكن المرتفعة ولا أجلس تحت الأشجار حتى لا أتعرض لساقة الشحنة الكهربائية الكبيرة والتي تصدر من العواصف الرعدية رائع أحبائي أحبائي دعونا نتأكد من فهمكم كما تعودنا في أسئلة التقويم ما الكهرباء الساكنة يا أحبائي؟ ها أحبائي ما الكهرباء الساكنة؟ رائع بارك الله فيكم إنها شكل من أشكال الطاقة تنتجه أجزاء صغيرة من المادة أحبائي ما الذي يحدث لهذه الأجزاء الصغيرة من المادة؟ رائع بارك الله فيكم إنها تتجمع وتتراكم على الأسطح رائعين كيف تتجمع على الأسطح؟ أحسنتم بعدة طرق منها؟ رائعين تنتقل من الجسم وإليه إما بالاحتكاك أو الدلك بارك الله فيكم أحبائي السؤال التالي يقول املأ الخريطة المفاهيمية التالية من خلال الصور شاهدوا الصورة جيدا من الأمثلة على الكهرباء الساكنة لاحظوا الصورة الأولى وهذه الصورة الثانية والصورة الثالثة ها أحبائي هاتوا أمثلة على الكهرباء الساكنة رائع بارك الله فيكم أحسنتم البرك من إحدى أشكال الكهرباء الساكنة بارك الله فيكم أحسنتم التصاق الشعر بالمشط الجاف رائعين أحسنتم سماع صوت فرقعة عند لمس مقبض الباب أحبائي نسترجع ما تعلمناه اليوم تعلمنا اليوم الكهرباء الساكنة تعلمنا أن الكهرباء الساكنة هي شكل من أشكال الطاقة تنتجه أجزاء صغيرة من المادة وتتجمع وتراكم على الأسطح عند احتكاك وتلامس سطحين أو الدلك بقطعة قماش جافة تعلمنا أيضا أنثلة على الكهرباء الساكنة منها البرك والتصاق الملابس الصوفية ببعضها بعد إخراجها من النشاف وحدوث سماع فرقعة بعد المشي على السجاد عند لمس مقبض الباب وكذلك التصاق بالون المشحون بالحائط شكرا لكم أحبائي وإلى حسن متابعتكم وإلى درس جديد من دروس العلوم الفصل الدراسي الثاني